اشتركوا في القناة هيكون مهم في مستقبل النادي الاهلي وكيان هذا الكيان العظيم اكيد كلنا مستعدين جمالة عمومية الوعية للنادي الاهلي اكيد بكرة هتكون موجودة وبشكل اعتقد كبير جدا من اول يوم احنا في تحدي كبير شفنا اندية كثير او اندية اخرى جمالة عمومية بتاعتها كانت موجودة وبشكل مكسف يعني ده انتصارا للديمقراطية او زي ما اللجنة الانبية بتتكلم على الديمقراطية وان انت كنادي حقك او انت تقدر انت من خلال توجد جمالة عمومية ورأيهم انها تبتدي تشتغل على نفسها وتشتغل ان هي اللي هي عايزها في الفترة القادمة هي الحق انها تقوله فبالتالي ان شاء الله بكرة جمعية العمومية هتكون موجودة بكسافة من خلال تواجدها ومن خلال تصويتها سواء بقى انت راضي عن هذه اللائحة او لايحة النظام اللي موجودة بالنسبة للنادي الاهلي او انت راضي عن اللائحة الاسترشادية اللي بتجبر النادي الاهلي على بعض الامور اللي ممكن احنا ما نكونش راضيين عنها فبالتالي ان شاء الله جمعة وسبت احنا موجودين ما نقدرش ان احنا نقول غير كده احنا على مدار الاسبوع اللي فات او على مدار الايام اللي فاتت بنتكلم بنقول ايه الغلط وايه الصح في هذه اللائحة وايه اللائحة الاسترشادية موديانة ممكن تكون موديانة على فين اعتقد ان اللائحة الداخلية بالقامات الكبيرة اللي كانوا موجودين في حط بنودها اعتقد ان احنا بنشوف انها مناسبة جدا للنادي الاهلي في الفترة القادمة نقول اه مثلا لو حبينا نقول اه ولو في بعض البنود اللي ممكن نكون احنا محتاجين نغيرها سهل جدا ان احنا نطلب جمعية عمومية نقدر نغير فيها بعض البنود ولكن طبعا لو احنا قلنا لا لهذه اللائحة او اللائحة الداخلية بالنسبة لنا هتبقى اللائحة الاسترشادية هي اللي هتبقى موجودة بالنسبة لنا وان احنا هنطبقها من خلال طبعا اللاجنة الاولمبية وهذه اللاجنة الاولمبية هي اللي حطيتها بشكل كبير خلينا أقول لكم سريعا قبل ما أخش وأتكلم على الجزئية الجمعية العموية بكرة وبعض الكلام أو بعض التصريحات لأستاذ الشام حطب رئيس اللجنة الامبية في التوقيت الحالي وطبعا ممكن برضو رد عليه أستاذ رجاء عطية من خلال طبعا تواصلت معها أقول لكم بعض الأمور عن فريق كرة القدم اللي ابتدى يتمرن أو ابتدى بعد الأجازة اللي أخذها فريق كرة القدم كرة حسام البادري يعني الفريق رجع استعدادا طبعا لبداية الدوري أو أول المباراة أمام طلع الجيش وأيضا طبعا مباراة الترجي المهمة في بطولة أفريقا يوم 16-9 إن شاء الله في برج العرب كامل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي أيضا منتخبنا الوطني موجود دلوقتي حاليا في معسكر عشان مباراة ويوم 31 اللي هتكون في كامبالا ثم العودة يوم 5 سبتمبر في برج العرب أيضا كل التوفيق طبعا لكل اللعبين وكل الفريق داخل منتخبنا الوطني واللي هيبقى جزء منه إن شاء الله بعد كده مع النادي الأهلي في بطولة أفريقا لكن طبعا شيء مهم جدا إن إحنا نبقى وراء منتخبنا شيء مهم جدا إن إحنا المباراة القادمة أمام أغاندا أعتقد إنها خطوة مهمة جدا المكسب في هذه المباراة المباراة الأولى في كامبالا هتكون يعني زي ما بنقول خلاص أنت بتحط رجلك بشكل قوي جدا في روسيا 2018 فبالتالي يا رب كل التوفيق ويكونوا اللعبين في أحسن مستوى في أعلى حالة بدنية وفنية في هذه المباراة وأيضا مباراة 5 سبتمبر اللي هتكون أيضا في برج العرب تكملها تروح غانا بقى تروح مباراة غانا وإنت مستريح ووصل لكأس العالم ما تبقاش فيه بقى عصبية زي ما احنا بنقول دايما نحن بنسيب الكرة في الملعب في آخر دي لا إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين نخلصها من بدل إن شاء الله من خلال هذه المباراتين مباراتين الأوغاندا الأولى اللي هتكون في كامبالا والتاني اللي هتكون في برج العرب إن شاء الله كل التوفيق زي ما أقول لكم ومستر ركتور كوبر اللي بيقوم بدور أعتقد أنه هو الغايد دلوقتي يماشي بخطة سابتة مع متخبنا الوطني هو جهازه الفني إن شاء الله يكون الاختيار الموفق سواء بقى في اللعيبة اللي اختارهم أو إن شاء الله في الاختيار الأساسي أو التشهيل الأساسي في هذه المبارات أقول لكم بالنسبة لمحبي البطولات الأوروبية طبعا دوري أبطال أوروبا دائما باستمرار هو حديث كل العالم مش من شحنا بس يعني حديث كل العالم النهاردة قرأت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اتعاملت النهاردة في إمارة موناكو كالتالي بقى أقول لكم المجموعات اللي تم طبعا فيها الفرق والتختيار الفرق فيها من خلال الأورعة المجموعة الأولى بين فيكا البرتغالي ومنشستر يونيتد الإنجليزي وبازل سويسري وساسكا موسكو الروسي المجموعة الثانية باير ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان أمامنا على الشاشة طبعا باريس سان جرمان وباري ميونيخ الألماني وإندولغت البلجيكي والسلتك الإسكتلندي أما المجموعة الثالثة فاتشيلس الإنجليزي وأتلتكم مدريد الأسباني وروما الإيطالي وكارباكا الأزربيجاني مجموعة الرابعة يوفينتس الإيطالي وبرشلونة الأسباني ووليمبياكوس اليوناني سبورتينج لشبونا البرتغالي أما المجموعة الخمسة سبارتاك موسكو الروسي وأشبليا الأسباني وليفر بول الإنجليزي الإنجليزي ماريبو السولفاني أما المجموعة الساتة شخطار الأوكراني ومنشستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي فينورد الهولندي أما المجموعة السابعة موناكو الفرنسي وبورتو بورتغالي بشكتاش التركي ليبزيج الألماني المجموعة الثامنة والأخيرة ريال مدريد الأسباني وبروسيا دورتموند الألماني أيضا ريال مدريد الأسباني ودورتموند الألماني وتوتنهم الإنجليزي وأوبيول الكوبروسي دي المجموعات والفرق المشاركة في هذه المجموعات طبعا 8 مجموعات فيه دوري المجموعات بهذه البطولة البطولة الأفضل في العالم واللي دايما متابعين كتير جدا بتابع هذه البطولة طبعا تلسة طبعا بتخش في مراحل تانية وقرعة تانية وبتخش لغاية إن شاء الله طبعا بنوصل للدور النهائي طبعا بنبس تمتع بها هذه البطولة عايز أقول لكم بقى ونخش لجزئية التصريحات ممكن للبشوهندس هشام حاطب رئيس اللجنة الأولمبية اللي بيقول إن النادي الأهل لو عمل الجمعية العمومية اللي إن شاء الله هكون بكرة وهكون بكسافة جدا وأنا متوقع إن الجمعية العمومية للنادي الأهلي استفزت من خلال تصريحات اللجنة الأولمبية ومن خلال طبعا وجود بعض الأندية مش أقل تماما الجمعية العمومية للنادي الأهلي عنها هذه الجمعية العمومية سواء بقى اليوبس أو أندية أخرى إنها تبقى موجودة بكسافة أعتقد الجمعين العموميين الندي الأهلي وعية بشكل جبير إحنا ببنلعبش انتخابات ما فيش انتخابات بكرة ولا بنقول المهندس محمود طهر وكابت المحمود خطيف ولا 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 أي فرض داخل انتخابات لا إحنا بنقول اللايحة الخاصة بالندي الأهلي اللي إحنا هنمشي عليها الفترة هي مصطحاتنا هي اللي هتودينها لحاجات مهمة جدا إزاي إن إحنا نستثمر في ندينا إزاي إن إحنا يبقى فيه كوادر جاية في الفترة اللي جاي من خلال هذه اللايحة واختياراتنا ليها من خلال ايضا الانتخابات القادمة والانتخابات اللي بعد كده يعني محطوطة لفترة كبيرة فبالتالي ان شاء الله جمعية العمومية بكرة من خلال طبعا وجودها هتبقى مهمين فالمهندس أستاذ الشام حطب بيتكلم ان جمعية العمومية النادي الأهلة وتعاملت على يومين هتبقى باطلة هي دي نقطة بيقول عليها المهندس الشام حطب أو أستاذ الشام حطب ما عرفش أستاذ الشام حطب ولا أستاذ الشام حطب ولكن خلينا نقول أستاذ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بيكلم على النصاب القانوني ان 12500 حتى لو اكتمل في اليوم الأول مش هتكون هتكون هذه الجمعية العمومية باطلة لان طبعا بيقول ما فيه الشفافية وان فيه كمان بعض الأمور الخاصة بين مجلزات النادي الأهلي ان هو قال للرعاب طول الرعاب اللي هم الوغدين رعاية النادي الأهلي في الفترة دي او الفترة التواجد بتاعها في النادي الأهلي ان هم هيقدموا هدايا لبعض العضاء الجمعية العمومية عشان يجوا الموضوع مشكلة خالص انا كراعي للنادي الأهلي ان من حق التواجد في اي وقت من الاوقات داخل النادي فاختيار الرعاية ان هم موجودين في يوم زي كده اعتقد ان دي حاجة مميزة جدا وحاجة دعاية ليهم بشكل مميز جدا انه مفيش مشكلة خالص ان يقدموا وسائل ترفيه او 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 وحاجة خاصة بنا احنا كنادي اهلي وحاجة خاصة جدا بيننا وبين الرعاة وحاجة خاصة ايضا بين الجامعين العمامية وهؤلاء الرعاة اللي بدايما موجودين في كل الـ event اللي ممكن تبقى موجودة للنادي الاهلي فبالتالي حاجات ممكن كلام ممكن ما يبقاش لي لازم اصلا هو يتقال ما لاللاجنة القلمبية بالرعاة اصلا بتوع النادي الاهلي ما لالكلام عن الرعاة ليه ليه بندخل حاجات زي كده ايضا سيد الشام حطب بيتكلم ان اليوم الاول لو حتى لو اكتمل اليوم الاول اللي هم 12500 هتبقى بطلة وده في حد ذات واحنا اعتقد ان مجلس ذات النادي الاهلي او المسؤولين على الانتخابات او التصويت في الوقت ده مش هيعلنوا النتيجة في اول يوم هيستنى الغاية تاني يوم للتصويت اللي هيكون في الجزيرة ان شاء الله يوم السبت ويبتدوا بعد كده عملية الفرز وطبعا اعلان نتيجة الفرز واعلان طبعا عدد النصاب القانوني فبالتالي يعني كل التوفيق ان شاء الله لجمالة عمومية بغدا لازم ما تقول ده مستقبل النادي الاهلي المستشار طبعا رجاء عطية رد سريعا في هذه الجزئة وهو واحد من قامات الحطوة دي البنود في هذه اللائحة اتكلم بالمستشار رجاء عطية ان الى كل من يهمه الامر ده امامنا على شاشة طبعا على صفحة رسمية لشخصيا المستشار رجاء عطية اتكلم ان الى كل من يهمه الامر اللجنة الاولمبية تحاول بشتى السبل تعطيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي الاهلي بغرض ابطالها طبعا هو مستغرب يعني المستشار الجليل رجاء عطية مستغرب من هذا التصرف ليه اللجنة الاولمبية متعنتة بالشكل ده واضف على المستشار رجاء عطية ان زرية اللجنة الاولمبية ان ما فيش قانون حتى الان بيقول ما يمنع نقاد الجمعية العمومية يعلمين يعني ما فيش قانون او قانون الرياضة ما قالش ما يمنع ان الجمعية العمومية ممكن تتعمل على يوم او اتنين إذا كان رياسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رياسة الجمهورية زي ما بنقول بقى ما بنكلم كرياسة وانتخابات الرياسة تتعامل على ثلاث ايام أيضا اللجنة أو مجلس الشعب بتعامل على شهور فبالتالي يعني أعتقد مسشار رجاء عطية بيقول إن النصاب القانوني في خلاء الليهاد الجمال العمومية لو اقتمل على يومين فهو إن شاء الله هيكون صحيح وإن شاء الله الأمور تمشي بشكل جيد كريم أحمد معايا من مقر النادي الأهل بجزيرة طبعا هيقول لي كل التفاصيل لاستعدادات النادي غدا إن شاء الله لهذا اليوم طبعا اليوم الأول هيكون في مدينة نصر لكن اليوم الثاني هيكون في أهل الجزيرة يوم السبت إن شاء الله كريم قول لي التفاصيل واستعدادات أيضا في النادي الأهل الجزيرة كريم كريم كبت محمد فاروق كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهل في كل مكان تغطية خاصة طبعا ومستمرين هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيرة ونقل طبعا الأجواء الخاصة هنا قبل انعقاد الاجتماع الخاص للنادي الاهلي في اليوم الأول مدينة نصر واليوم الثاني الجزيرة قبل ما اتكلم معك كابتن فروغ